طيب ماذا لو فعلا فيه خلل وفيه مشكلة؟ الحل والله بعض الإحصاءات تقول أنه 80% من الانفصال أو المشكلات الزوجية هي بسبب ضمني ربما لا يصرح به هو العلاقة الحميمية أو تقصير من أحد الطرفين فيها نحن كعرب بشكل عام ننظر إلى هذا الموضوع لأنه عيب ولا تكلم فيه هذا خطأ جدا يجب أن يكون هناك كتب وهناك مؤلفات وهناك دروس ومحاضرات بحيث لا نخدش الحياة ولكن ضمن نفس البرنامج تكلمنا عليه رقص قيادة الأسرة أن نتكلم بهذا الموضوع أن تلك المرأة وشريكتك وكذلك أنت زوجك هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة له ونجيد فن التعامل بهذا الموضوع ونعرف المستويات التي تصل مثل ما تكلمنا على موضوع الاحتياجات الخمسة للإنسان الفيزيولوجية هذا من ضمنها مثل الطعام مثل الشراب إذا لم تشبع ستسبب نقص وتسبب غصة بهذا الموضوع وهناك طبعا أنا دائما أعطي وصفة مثل الورقة اللي كتبناها من شوي مش بس لهذا الموضوع بشكل عام أن يكون تقييم على الأقل في نهاية كل الأسبوع تكون ورقة يقدمها الزوج لزوجته وهي تقدمه ورقة الورقة يكتب لها كيف أكون زوجا مثاليا ويضع هنا بعض النقاط التي أو كم تقيميني كزوج مثالي وماذا أفعل حتى أنال العلامة الكاملة يقيمه أسبوعيا ويكون هناك صراحة حتى في هذا الموضوع في العلاقة الحميمية يبين أنه عدد المرات الأسبوعية على سبيل المثال الطريقة الأسلوب يصارح به وهذه أوراق خاصة بهم سرية على أن يتعاهد أن يقوم كل طرف من الأطراف باستكمال النقاط حتى يكون كل أسبوع هو زوج مثالي وإذا نقص أو نسي أو سهي أي التزام تجاه الطرف الآخر يقوم باستكماله وتبتالي تكون سعادة كاملة